شكرا 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 الحمد لله عبد العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد الله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن سيدنا محمدًا أرده ورسوله وصفيه في خلقه وحبيبه أما بعد أيها المؤمنون عباد الله إن من أهم فرائض الوسائل التي يجب إحياؤها في زماننا فرض ثقافة الوقف هناك فرق إخوة الإيمان بين الوقف كظاهرة والوقف كثقافة الوقف الذي يعرف بأنه حبس العين والتصدق بالريق وإن كان هذا في الحقيقة مظهراً أو تجلياً من تجليات الوقف ولا يعتبر تعريفاً جامعاً مانعاً فالوقف الذي عرف في مشروع الفقه الإسلامي بالحبس وبالتحديث وبالتسبيل كان له أكبر الأدوار في تحقيق الرفاهية الإجتماعية وتوفير سبل المعاشي للمحتاجين والمضطرين والمعوقين وغير ذلك وكان أول وقف حدث في تاريخ الإسلامي يمكن أن يقال بأنه أول مشروع الإسلامي قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتجلى ذلك في إنشاء مسجد قبا أيضاً يعلم الجميع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول مقدمه المدينة بدأ بإنشاء هذا المسجد وكان نموذجاً يحتضى به في إحياء سنة الوقت وكانت الصحابة رضوان الله عنهم عدمئين يتسابقون في هذه السنة الخيرية في هذا الواجب الإسلامي كلما تيسر لواحد منهم سبيل للمعاش قدم بل كانوا يقدمون أفضل ما عندهم وقفاً للإسلام وللمسلمين ففي الصحيحين أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإلا الله بعليم في سورة آل إمران جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان له مال وأحب أمواله إليه أي حديقة كان فيها بئر يقال له بيرها وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يشرب من هذا البئر فجاء أبو طلحة الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله لقد سميت ما أنزل الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إليه حائطي ببيرها وإني أضعه في يدك لتصدق به أو تصنع به ما تشاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذلك مال رابع وظل يرجده صلى الله عليه وآله وسلم وفعل أمير المؤمنين أمر بن الخطاب الشيء نفسه لما أصاب مالاً بخيبر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أصبت مالاً بخيبر في الهديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أي في البقاري قال أصبت مالاً بخيبر وهو أحب أموالي إلي فإن شئت وضعتها في يدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك أصله وتصدق به فذهب العلماء إلى أن ذلك أول أمر الإسلام بالوقف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك أصله أي أصله المال أو الحديقة التي أصابها وأن يتصدق بكل ريع يخرج من هذه الحديقة وغيره وغيره فقد كان أمان المعطان كما نعلم هو الذي وقف للمسلمين بإرار روما الذي كان من أفضل الآبار التي زلت تعين أو تمد المسلمين بالمدينة المنورة بمياه الشغف أزمانا طوالا وغيره ذلك وفي الحديث في الصحيح كذلك في صحيحين عن البخاري ومسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خالد أما خالد فقد احتبث أدراءه وأعتده في سبيل الله أي أنه كان أوقف أدراءه وأعتده الحربية حبسا في سبيل الله فكان الواحد لا يكاد يتذكر شيئا مما يستقيم به الإنسان في حياته مما يستفيد به الواحد في حياته في تسجير شؤونه إلا ومن الصحابة من وقف ذلك الشيئا خدمة لإخوانه المسلمين لدرجة أنهم كانوا يوقفون الحلي الحلي الزينة حتى إذا كانت الواحدة منهم تخرج إلى حلي تخرج به إلى حرس أو إلى شيء من الاجتماعات النصوية كان قلنا يستعين بهذه العلي الموقوفة في سبيل الله حتى يخفف من حدة الإنشطار بين الميصورين والمعصورين بين الأثرياء والفقراء فيظهر الجميع قادرين على الأقل على ما يحتاجون إليه في تسجير شؤونهم اليومية فهكذا كان المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقد هوية صحيحا أنه لم يمضي أصر الصحابة إلا وقلش صحابي يملك شيئا يمكن أن يلعفه في سبيل الله إلا وقد أوقفه وهكذا ظل الوضع في ما بعد أصر الصحابة وفي جميع الأصور الإسلامية في الأصر العموي والعباسي كان الوقف يعتبر شعار المسلمين ودفارهم كان أكبر مظهر من المظاهر القوة الإسلامية فكانت الأوقاف مصدر الدخل الأكبر للأمة والدولة والشعب المسلم فكان المسلمون لا يكادون يحتاجون إلى شيء إلا ووجدوا في الأوقاف الإسلامية ما يصد حاجتهم إلى ذلك الشيء فنعلم جميعا أن المدارس الإسلامية والمعاهد والجوامع بل إن شئت فقل والجامعات لأننا نعلم أن أعرق الجامعات في تاريخ الإنسانية هي الجامعات الثلاثة التي بنيت على أوقاف إسلامية قوية متينة وهي الجامعة الجامعة القرويين أولا بفاس بالمملكة المغربية ثم جامعة الأزهر بالقاهرة رصها الله ثم جامعة الزيتون في تونس هذه الجامعة الثلاثة كلها كانت مبنية بأموال بل كانت لا تزال إلى اليوم منذ أكثر من ألف آه نسير بأموال وقفية بدعم وقفي فهكذا زل الوقف في العالم الإسلامي حتى أدرك المستعمر المؤامر للمسلمين أهمية الوقف في تسيير شؤون المسلمين فدعب وعمل على قبض جواب العمة الإسلامية على دهر هذه السنة النبوية الشريفة فا اقتصب وسلب كل ما كان لدى المسلمين من أوقاف وأوها أراها وبدل تشريعها بتشريعات أخرى اعتمانية أطلق عليها مختلف المسميات حتى يخدس أو يخدس ويخدس المسلمين فضلهم ولا حول ولا قوة إلا بالله إِبَادَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يَعْبُرُكُنْ بِعَمْرٍ بَدْعَ فِيهِ بِنَفْسِهِ وَفَنَّا بِالْمَلَائِكَةِ مُسَدِّحَةِ بِكُنْسِهِ وَفَلَّفَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ جِلِّهِ وَإِلْسِهِ فَقَالَ عَزَّا مِنْ قَائِلٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ مِسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تِسْلِيمًا الحمد لله حق حمده وصلاة وصلاة وفحق حق عبده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومجده أشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك الله وأشهد أن سيدنا محمدًا أبوه ورسوله وسفيه في خلقه وحده أيها المؤمنون عباد الله هذه خلفية تاريخية للوقف لا ينبغي أنك فإندها وإلا كنا بمثابة من يبكي ماضيه ويتغنى بأمجاد أبعائه ولا يخطط لنفسه طريقًا يسير عليه ويستعيد به مجده أو مجد آبائه الطارفة والتليج فإننا حتى نعيد للإسلام قوته حتى نعيد للمجتمع المسلم تماسكه حتى نزيل بواهر الضعف والوهن التي تشوه وجه الشعب المسلم من قاف إلى قاف لابد أن نعي أشياء كثيرة وفي مقدمة هذه الأشياء ثقافة الوقف وإننا لكي نعيد ونجدد ثقافة الوقف وكما قلنا بداية بأن هناك فرقًا بين الوقف كظاهرة والوقف كثقافة فإن الذي كان عليه صلفنا الأمجاد كان ثقافة الوقف ولم يكن مجرد ظاهرة الوقف وهو الذي ندعو إلى إهيائه ندعو إلى تجديده بحيث يعود الوقف ثقافة وقد اقترحت الخطبة بضع اقتراحات تراها كفيلة بأن تعينا المسلمين في إهياء ثقافة الوقف أول هذه الاقتراحات وضع استراتيجيات قوية مستمدة من التراث الإسلامي الأصير ومستشفة من الموروط الإنساني الآن لثقافة الوقف بما يناسب العصر الذي نعيش فيه فالوقف لا ينتهي عند بناء المساجد وتعميرها ولا ينتهي عند بناء المدارس الإسلامية العتيقة وتسييرها بل يمتد الوقف إلى كل زاوية من زوايا حياة الإنسان إلى كل شعب من شعب الحياة الاجتماعية للمسلمين ثانيا على الأقل على المستوى الولائي إذا تعذر ذلك على المستوى الفدرالي فعلى الولايات التي تجد الأقلبية المسلمة أي أن أقلبية سكانها أو أقلبية مواطنها من المسلمين عليها أن تصنى قوانين ولوائح وتشريعات كفيلة بتسييري ودعمي وتقنيني الشأن الوقفي في تلك الولايات فإن ظاهرة التصول التي يتضرر منها الجميع التي تعتبر آراً في وجه الجميع المتصول السائل والمسؤول هذه ظاهرة لو رجعنا إلى التاريخ علمنا بأن المسلمين كانوا يتولون شعون هؤلاء المتصولين كانوا يتولون شعون هؤلاء الذين يطلبون العلم فلم يقوموا بحاجة إلى أن يمدوا يدهم إلى أحد يسألونه ما يصدون به رمقهم إخوة الإيمان فإننا بحاجة إلى هذه القوانين وكل البلاد الإسلامية وكل الدول ذات الأقلبية الإسلامية تقدمت تقدماً كبيراً في هذا القطار ولا ينبغي أن نبقى في الذين في الاستفادة من ثقافة الوقفي في تسييره وتسييزه ووقفي بوابطاً ولوائها وقوانين تضبطه بحيث يتكفل شؤوناً من لا يجد كفيلة ثالثاً يتحول إلى ثقافة في أي شعب من الشعوب يجب أن يبدع من المناهج التعليمية فيجب علينا أن نعود إلى مناهجنا التعليمية ونرى كيف نضع كيف نحول ثقافة الوقف إلى ثقافة كيف نحول الوقف إلى ثقافة في النشط بحيث ينشعون على هذه الثقافة ينشعون على ثقافة مد أيديهم إلى الآخرين ينشعون على خب مد اليد ومد العون ومساعدة الآخر مساعدة لا تزيل ماء وجه الآخر رابعاً ولعله يكون أخيراً هو وجوب القيام بالدعايات اللازمة بتثوير هذه الثقافة في وسائل الإعلام بإعلام الشعب بصورة عامة أن الفقه المأسسي ليس المراد فقط أن تغطي المال ولكن الواجب عليك أن تضع هذا المال حيث يعود بالنفء الأفضل للمجتمع أن تضع مالك بحيث يزيل شظف العيش على المحتاجين بحيث يساعد في معالجة المرضى من الشعب بحيث يساعد في تنكيح الشباب بما يقلل ظاهرة الفساد في المجتمع بحيث يساعد في بث روح التعالش والتعاون في المجتمع بسورة عامة إخوة الإيمان إن خطبة وجيزة كهذه لا يمكن أن تنفي الوقف حقه فثقافة الوقف مما ينبغي أن يحوله من مجرد علم يدرس في المعاهد من مجرد مادة علمية تدرس في المعاهد الفقهية إلى ثقافة تسري في شرايين الشعب بأجمعه وإن دائذ فقط يمكن لنا أن نحقق أن نعيش كما عاش صلفنا وأن نحقق شيئا مما حققه صلفنا وأن نفتخر بثقافتنا الإسلامية الفخر اللائق بنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن أمتنا ما نحن فيه من المحن ومن الاضطراب الأمني ومن البلايا ومن الفكر الذي يبجك بشريحة كبيرة من شراح المجتمع اللهم ارفع عننا الفقرة والجوء والمرضى وأنزل الأمن والأمان والاستقرار على هذه البلاد وعلى جميع مدان المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين على الغاشم المعتدي عليهم يا رب العالمين اللهم أيدهم وانصرهم ووفقهم يا رب العالمين اللهم تضبط أقدامهم في وجه عدومهم الغاشم عليهم يا رب العالمين وأنزل على هذا العدوم جندا للإلدك يا رب العالمين يفعل بهم ما تشاء اللهم اجعل بلادنا نيجيريا أماناً صخاءاً رخاءاً وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم وفقوا لات أمورنا لما تحبوا وترضى من الأقوال والأعمال والأحوال يا رب العالمين اللهم ارزقوا بطانة صالحة تكون عوناً لهم على أداء الأمانة التي استعمنتهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا هادين ممتدين غير ضالين ولا مغنين سلماً لأوليائك وحرماً لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي لعلى وجه من خالفك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنقصنا وأهلنا ومن الماء البارد إباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاءة القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبذح يعذتم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يقدركم واشكرواه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر فالله يعلم ما تصنعون وأكمل الصلاة اشتركوا في القناة اللهم اشتركوا في القناة عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المفتوط وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من فقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من حفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نارن حامية الله أكبر سمي الله من الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوتر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمي الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله شكرا